افتتح الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023 في دافوس السويسرية ويهدف الاجتماع إلى معالجة الانقسامات والتشرذم في مواجهة الأزمات المتعددة خدد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023 تعاون في عالم منقسم كموضوع شامل ومن بين الذين سيحضرون المنتدى يوم الثلاثاء نيب رئيس مجلس الدولة الصيني ليخا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين يعتبر الصراع المستمر في أوكرانيا واحدا من أكبر الانقسامات في العالم حاليا وقد أرسلت كييف وفدا كبيرا كما ستحضر السيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلنيسكا يوم الثلاثاء وأزعيم مجموعة السبع الوحيد الذي سيلقي الكلمة يوم الأربعاء في الاجتماع هو المستشار الألماني أولاف شولتس لكن العديد من رؤساء الدول والحكومات الآخرين سيحضرون وسيتحدث رئيس وزراء إسبانيا وفنلندا في وقت لاحق يوم الثلاثاء وسيكون هناك خطاب للأستاذة البريطانية جيلد وايتمان من جامعة إكستر التي ستتولى مسؤولية التحدث عن العلوم إلى السلطة حيث ستطلع الحاضرين على ما هو على المحك في القطب الشمالي من تغير للمناخ ترجمة نانسي قنقر